في عدد هذا اليوم برنامج سيف الصباح أسعد فيه باستضافة المدير العام للتجارة الخارجية سيد خالد بوشلاغم بوزارة التجارة وترقية الصادرات سيد الكريم شكراً لتلبية الدعوة سعيد بلقائك مجدد صباح الخير وصباح الأنوار وتحية لكل مسلمعين وشكراً للدعوة شكراً لك سيد خالد بوشلاغم انفتاح الجزائر نحو إفريقيا هو هدف استراتيجي نظراً لعدة عوامل القرب الجغرافي موثوقية وجودة المنتجات الجزائرية خاصة الفلاحية ما هي الأهداف المسطرة من قبل وزارة التجارة للتصدير نحو إفريقيا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نجدد الشكر على الدعوة لتقديم توضيحات للمستمعين فيما يخص الشق التجاري خاصة ترقية الصادرات خارج المحلوقات للأشغال والمجهودات التي تقوم بها وزارة التجارة وترقية الصادرات بالتنسيق مع مختلف الهيئات والمؤسسات التي تعمل في هذا المنوال حقيقة تصدير نحو إفريقيا بصفة خاصة وبحكم البعد الجغرافي للجزائر والعمق الجغرافي للجزائر في تصدير المنتجات والمبادلات التجارية والتكامل الاقتصادي الإفريقي لأن الآن ننتكلم على تكامل الاقتصادي الإفريقي في إطار أجندة 2063 للإتحاد الإفريقي والتي تمخضت عنها إنشاء منطق التجارة الحرة القرية الإفريقية الآن التوجه نحو إفريقيا ما هو إلا نتيجة لإهتمام المتعاملين الاقتصاديين بهذه السوق نظرا لما تحمله من من إمكانيات لتصدير المنتجات وللحصول على مواد أولية أيضا بأسعار تنفسية تمكن من أن المنتوج الجزائري النهائي يكون عنده تنفسية الهدف المسطرة لتصدير نحو إفريقيا هي معلومة هي الولوج إلى أسواق إفريقيا أولا الأسواق المجاورة التي تكون هي بوابة لإفريقيا الغربية وإفريقيا الشرقية وأيضا أن العامل هذا بدأ من السنوات الماضية وبدأت النتائج ديال وتتجلى خلال سنة 2021-2022 لا سيما بعد القيام ببعض المعارض في بلدان إفريقية التي تحصل فيها المنتوج الجزائري على مكانها وعلى جوائز لا سيما في لافورت من دارد في جنوب إفريقيا وأيضا في المعارض التي قام في السنغال يعني هذا ما يدل على أنه ليس لغة خشب ولكن يدل على أنه المنتوجات الجزائرية المتعاملين جزائريين يعاملوا من أجل الولوج إلى هذه الأسواق للحصول على عقود وعلى نسب في الأسواق الإفريقية لماذا؟ لأن التوجه الآن لا سيما توجه البلدان الأخرى لا سيما الأسياوية والأوروبية والأمريكية هو التوجه نحو إفريقيا والدليل أنه فيه يعني الآن تنظيم ندوات يسموها ندوات الصين إفريقيا يابان إفريقيا أوروبا إفريقيا هذا الاهتمام لازم يكون أولا اهتمام داخلي ما بين إفريقي إفريقيا وهذا اللي رح نقوم به خلاص يما في المفاوضات اللي الآن مازالها مستمرة في إطار منطقة اتفاقية تبادل الحر الإفريقية اللي هي في في نسبة متقدمة من المفاوضات لا سيما في المرحلة الثانية للعلم فإن المرحلة الأولى كانت عندها علاقة بالولوج لأسواق الخدمات وأسواق السلع الآن راهي في مفاوضات جد متقدمة فيما يخص المنافسة فيما يخص الملكية الفكرية ما يدل على أن أيضا الجهود والأهداف الإفريقية راهي تمشي إلى اقتصاد المعرفة إلى اقتصاد الخدمات أيضا هل الآن اتفاق شراكة دخول اتفاقية منطقة تبادل الحر الإفريقية دخلت حيزة تنفيذ في الفاتح من جويليا الماضي هل مؤشرات إيجابية الآن عمليا ما الذي تحقق؟ الآن كانوا فيها مرحلة أولى من المفاوضات والآن رأنا في المرحلة الثانية بدأت تبادل عمليا؟ لا ما زال ما بدأش تبادل لماذا؟ نحن جاوبك على السؤال ولكن قبل ذلك لأن المرحلة الأولى ما انتهتش بمئة بالمئة لأنه فيه مفاوضات حول لرقل دوريجين يعني هي اللي تسمح بتحديد النسبة بتاع المدخلات الإفريقية لتعطي الصيغة الإفريقية للمنتوج اللي يستفاد من هذه الامتيازات من عدم دفع الرسوم الجمهوريكية الآن كان فيه لقاء مع رؤساء دول الإفريقية اللي حدوا تاريخ 1 جوليا 2021 ومبعد من أجل دخول حيث تنفيذ والتبادل الفعلي للمبادلات تجارية ما بين البلدان الإفريقية الآن فيه أمور تقنية قبل ما يقوم البلدان بالمبادلات التجارية في إطار هذه المنطقة نتكلم على العروض التعريفية لزفر طريفان يعني كل بلد يقدم عرض تعريفي يعني التعريفة الجمهوريكية التعريفة الجمهوريكية الجزائرية فيها تقريبا 17 ألف بند تعريفي يقدموا فيه 90% من هذا التعريفة الجمهوريكية اللي تقدم على التفكيك الجمهوريكي لمدة خمس سنوات والعشرة بالمئة اللي بقات مقسومة على تنين 7% من البند التعريفية يتم تفكيكها على عشر سنوات و3% لا يتم تفكيكها لأنها منتوجات حساسة لبعض البلدان الإفريقية ولكل البلدان الإفريقية منها الجزائر الآن حتى يتم التبادل في هذه 90% والتفكيك على خمس سنوات لازم نكونوا انتهينا من كل الإجراءات المتعلقة لرجل دوريجين هذه المفاوضات راه متواصلة الآن وكاين الآن حتى الآن كاين اجتماعات في أكرا اللي هي تحتضن أمانة لازليكاف فيه اجتماعات من أجل انتهاء من بعض النقاط حتى نقدر نقوله باللي راهي في 85-90% من مدى تقدم المفاوضات فيما يخص لرجل دوريجين كانت فيه السنة الماضية انطلاقة رمزية لبلدين إفريقيين تم تبادل في إطار لازليكاف أين تم تبادل بشكل غير رسمي أو مشرفي ليعطيه إشارة الانطلاق للمبادلات ولكن الآن فيه ضرورة إفريقية حتى البودة الإفريقية في الاجتماع الآخر للوزراء بأكرا كان فيه إلحاح من أجل الإسراع من انتهاء في هذه المفاوضات في أقرب وقت والدخول الفعلي في تفكيك جمروكي لهذه البنود التعريفية لماذا؟ حتى يتم تبادل المواد الأولية فيما بين البودة الإفريقية بدون دفع الرسم الجمروكية ما يساهم في تنافسية المنتوج الإفريقي أولا في إفريقيا حتى يباع بأسعار معقولة وأيضا في الأسواق الخارجية بيكون أسواب بأسعار تنافسية ستكون قائمة محددة للسلع التبادل أم السوق ستكون مفتوحة؟ لا هي منطقة حرة يعني 97% من تعريفة الجمروكية سيتم تفكيكها على مدة 10 سنوات يعني قتلك 90% من البنود التعريفية في 5 سنوات والباقي على 10 سنوات للوصول إلى منطقة تجارة حرة يعني يتم تبادل فيها المواد الأولية والمواد النهائية بدون دفع الرسم الجمروكي هناك عمل على المستوى الداخلي من أجل حماية السوق الجزائرية من غزو منتجات غير مطابقة للمواصفات بكل تأكيد لا بكل تأكيد يعني كل بلدان تحمي منتجاتها الوطنية وكل بلدان عندها قوانين تحمي أسواقها المباشرة أو حتى المواد لدومي برودوي حتى عندهم سرتفيكات نعم ليكون فيه الجهات المعنية سواء وزارة التجارة أو مصالح الجمارك أو حتى مصالح الوزارات الأخرى المعنية بخصوصية المنتوج اللي تعمل على سلامة المنتوج اللي يدخل للجزائر وإلا ما كانش فيه مطابقة فيه إجراءات من أجل إعادة تصدير هذا المنتوج أو إتلافيه في الجزائر نعم بالنسبة للحدث اليوم من زيارة الوزير الأول سيد أيمن عبد الرحمن إلى موريتانيا على رأس وفدهام لتعزيز أفاق التعاون التجاري والاقتصادي بين الجزائر ونواقشوت بداية ما هو حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وموريتانيا وما هي أفاق هذا التعاون حقيقة الموريتانيا هو شريك وحالف استراتيجي في المنطقة وعندنا علاقات ممتازة مع هذا الشريك فيه تبادلات تجارية منذ سنوات عديدة ولكن حجم المبادلات التجارية يعني الصادرات والواردات في منحنة تصاعدة منذ سنوات ما يبشر بعلاقات اقتصادية تكاملية يعني كما نتكلم الآن نرى نتكمله على تكامل اقتصاديات ما راناش نكونوا أنانيين ولا هم يكونوا أنانيين ونقولوا باللي غير التصدير ولكن فيه عمل من أجل تكامل بين الطرفين ومبني على أساس المنفعة المتبادلة منذ 2019 يعني عرف حجم المبادلات نموم الحوض حيث انتقل من 28 مليون دولار أمريكي إلى 102 مليون دولار أمريكي خلال سوداسي الأول سنة الجارية يعني كتشوفي هذا المنحنة تصاعد المبادلات التجارية بين جزائر وموريطانيا يأشر على أنه فيه ديمومة وسيرورة للعلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين البلدين نشير إلى نقطة فقط إلى أنه لأول مرة خلال السنة والثمانية الماضية فتم تسجيل عجز ميزان تجاري لصالح موريطانيا في هذه السنة يعني أعلى قيمة للصادرات الجزائرية نحو موريطانيا تم تسجيلها خلال سنة 2021 ب82 مليون دولار أمريكي وتشكلت أساسا الصادرات الجزائرية من السكر الإسمنت أما الواردات في السنوات الماضية تشكلت حصريين من الدهون النباتية بـ 96% والأسماك بنسبة 4% خلال السوداسي الأول لسنة 2022 تم تسجيل تصدير ما قيمته 25 مليون دولار نحو موريطانيا واستيراد ما قيمته 77 مليون دولار أمريكي تمتل أساسا في الحديد الخام يعني الجزائر راه تستورد من موريطانيا الآن الحديد الخام لأنه مادة أولية وحي المتعاملين الاقتصاديين قاموا بدراسات للأسواق وصابوا بالسوق الموريطانية تقدم يعني أسعار تنافسية ليدفع بالمتعاملين الاقتصاديين باش يستوردوا من الحالي في الشرك الجزائري عوضا من بعض البلدان اللي هي بعيدة لتكلفة لها وشحونات يعني نعود ونشكلها باللي هي مواد أولية يتم تحويلها هنا في الجزائر ويقوم المتعاملون في هذا الميدان بتصديرها إلى بلدان أوروبية أخرى نعم هل تتوقع زيادة في تبدلات تجارية بين دول إفريقية عموما وموريطانيا خاصة بعد الإعلان عن قرارات استراتيجية لتعزيز القدرات اللوجستيكية على غلاء الخط البحري بين جزائر وموريطانيا والخط البري أيضا بين تندوف والزويرات يعني الهدف المسطر كما تكلمت عليه هو تعزيز وتكتيف المبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية بصفة عامة اللي ما دالي أنها تزخر بمقويمات الناجح والتكامل الاقتصادي التكامل أين يكمل؟ يكمل كما قلت في استعمال المواد الأولية الإفريقية بين الدول الإفريقية في إطار لازليكاف من أجل تطوير الصناعة التحويلية الإفريقية وتحسين تنفسيتها في الأسواق العالمية وتوفيرها بأسعار معقولة في الأسواق المحلية يعني بالإضافة إلى الخط البحري والطريق البري اللي تكلمت عليه فإن التوجه أيضا يمر عبر تعزيز الخط الجوي في مختلف أطراف إفريقية من أجل تشكيل شبك التوزيع وتنقل الأشخاص وربط علاقات اقتصادية تتسهم بالديمومة الآن شفنا به فيه تعليمات صارمة من أجل القيام بخطوط جوية مباشرة نحو عواصم إفريقية الهدف منه هو أيضا هدف اقتصادي بحت يعني يساهم في تنقل رجال الأعمال تنقل الأشخاص وأيضا تنقل السلع اللي لازم تكون في وقت قصير حتى يكون فيه نقولوها غزو للمنتوجات الجزائرية بكل الطرق نحو البلدان الإفريقية لماذا؟ لأن هذه المنتوجات الجزائرية يعني مطلوبة مطلوبة وهذه الحقائق المتعاملة الاقتصادية اللي قوموا عليها والآن الكسب الراهان كما تكلمت عليه يمر حتما عبر تضافر الجهود بين الهيئات الرسمية والمتعاملين الاقتصاديين أولا من أجل تسهيل عمليات الإنتاج والتصدير لأن العمليات الإنتاج رهي مرتبطة ارتباط وطيد بالتصدير ونستبشر خيرا بقانون الاستثمار الجديد وقانون متعلق بإنشاء المناطق الحرة الذين سيشكلون لمحة لا رافدانها من روافد الدفع بتنويع الاقتصاد الوطني لأنه نقولها بكل صراحة وهي معلومات من تعاملين الاقتصاديين تطوير وزيادة نسبة الصاديرات يمر حتما عبر الاستثمار ما فيش استثمارات جديدة في ميادين جديدة أو في ميادين قديمة ولا ما فيش استثمارات دائمة دفع آلات الإنتاج يعني يكون زيادة في الإنتاج لتسويق في السوق المحلية وتشبعه وأيضا بدون تشبع السوق احنا نشجع متعامل الاقتصاديين باش تكون عندهم مكانة في الأسواق الخارجية لأن المنتوج الجزائري بكل صراحة فيه منتوجات مطلوبة واللي فيها منتوجات لي فيها بعض النقائص يعني الآن راهي تقوم الشركات والمؤسسات بتطوير آليات حتى يتكون ملائمة مع لنورم تاعة البلدان المستوردة نعم سأعود التفصيل في هذه النقطة الآن ما هي أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الجزائرية عند دخول الأسواق الخارجية وما هي المرافقة التي توفرونها لهم يعني في نفس سياق الإجابة الماضية لازم نقوله بالتصدير يعتبر أولا مهنة وثقافة يعني ماشي نجي ونصدره فقط لأن البلدان اللي راهي تستورد عندها قوانين قلنا بلي هي ثقافة تتطلب دراسات للأسواق وأحيانا دراسات استباقية يعني مش دراسة فقط على هذا البلد دورا ويستورد لا تأسواق مستهدفة يعني بكل صراحة الأسواق المستهدفة هي الأسواق التي فيها المنتوج الجزائري أولا موجود أو غير موجود كيفاش اللي راهي موجودة نحوص بلي المنتوج الجزائري يقعد في الديمومة السيرورة نحوص بلي تكون نسبة النمو نسبة النمو كانت بخمسة ولا بعشرة ولا بعشرين لازم تكون نسبة النمو ما يكونش فيها تراجع لأن هذه العلاقات عملية التصدير تبنى على أساس الثيقة المتبادلة ما بين المصدر والمستورد ولكنها تحكمها قوانين وأنظمة البلدان المستوردة لا سيما المعايير المعتمدة في البلد المصدر هنا العمل اللي تقوم به سواء المؤسسات الهيئات أو حتى المصدرين جزائريين هو العمل على أن جودة المنتوج واحترامه للمعايير تقع البلد اللي حيتصدر له لازم تكون أولوية من الأولويات يعني هذه هي التحديات اللي تواجه المنتوج الجزائري ولازم تكون المعايير المقاييس يعني تكون المنتوج تكون نفسها يعني ليوم رو يصدر له كمية 100 ألف طن ولا 50 ألف طن بهذا الجودة وبعد كي سنية مع العقد يقولوا لا لا ما نقدرش أنا نحتار لأنها سوق مضمونة الآن هي علاقة ثقة وعلاقة ثقة هذه احنا نتمنوها في الإدارة احنا نحاول لتتمينها الآن المنتجات الجزائرية تواجه منافسة كبيرة سواء في السوق المحلي حقيقة أو في الأسواق الخارجية وقلنا بل المؤسسات التي لها قابلية للتكيف مع المعطيات الجديدة هي التي يمكنها تبوء مكانها في الأسواق العالمية نقول لك أيضا المجهودات اللي نقوم بها على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات نعمل من أجل مرافقة المؤسسات من خلال ترويج للمنتوج الجزائري من خلال بطاقية الوطنية للإنتاج الوطني هذه البطاقية اللي راهي على مستوى لسيتة وزارة التجارة وترقية الصادرات لحد الساعة فيها تقريبا 420 ألف منتوج هذا البنك المعلومات تها 420 ألف منتوج اللي ما يعبرش على الحقيقة الحقيقة تها المنتوج كانت أكثر من 420 ومن هذا المنبر نشجع المتعامل المنتجين الجزائريين على الولوج إلى هذه المنصة بالتقرب من مديرية التجارة الولائية باش يقدموا لي فيش تيكنيك تعليل برودوية لهم راهي كما نقوله ببلي سيتي جراتويت نعم الآن هذا البنك المعلومات نحن قدمناه لمصالح وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ليقدموها لكل الصفارة بالخارج باش يعرفوا بالمنتوج الجزائري ويقولوا المستوردين في هذا البلدان هاي المعلومات متوفرة للمنتوج فيش تيكنيك وايضا للمنتج الجزائري عنده فيه المعلومات باش يدخل مباشرة في الاتصال معه هناك معطيات عن عدد المنتوجات التي تصدر الآن للخارج يعني حقيقة فيه الآن هدروع لعدد المصدرين نعم عدد المصدرين أيضا في منحة تصاعدي لأنه وزارة التجارة وترقية الصادرات راهي تشجع الولوج إلى هذا الصنف من التصدير لسيما بعد إصدار بعد خلق رمز في السجل التجاري رمز تصدير من قبل كان فيه تصدير مواد هذه تصدير مواد هذه الآن فيه رمز واحد يسمح بتصدير كل المنتوجات الجزائرية وحنا رانا نشجعه بتنويع المنتوجات الجزائرية المصدرة سواء كانت منتوجات فلاحية وغير فلاحية وأيضا صناعية لأنه الآن رانا نحوص على التنويع الاقتصاد الوطني من أجل الوصول إلى الهدف المنشود وهو الوصول إلى 7 مليار دولار أمريكي من صادرة خارج المحروقات نهاية السنة وأيضا كما قلت لك الديمومة والسيرورة في نسبة النمو معنى تحدثت عن توقعاتكم بشأن الإغلاق العام لنهاية السنة سياسة التجارة الخارجية تحولت بشكل محسوس من سياسة قائمة على الاستيراد إلى التصدير بفضل عديد الأليات التي وضعت لترشيد الواردات وتحفيز الصادرات من الناحية الاقتصادية ما هي النتائج المحققة خلال العام الجاري وكيف هي وضعية الميزان التجاري شكرا على السؤال أولا أريد أن أوضح بأن الاستيراد والتصدير هما متكاملان في الاقتصاد الوطني وفي كل الاقتصادية العالمية يعني حتى الاستيراد احنا ما عندنا حتى مشكلة مع المستوردين والآن الاستيراد يكون تكملة للإنتاج الوطني ويكون أيضا أساس للإنتاج الوطني الآن خلال السبعة أشهر الأولى تم تسجيل الأرقام التالية التي تحصلنا عليها من الزملاء في المديرية العامة لجمارك اللي راهم مشكورين حيث تم خلال السبعة الأشهر الأولى ونعطيهم لكم مقارنة بنفس الفترة في السنة الماضية الواردات تم تسجيل 23 مليار فاصل 17 مليار 23 مليار فاصل 17 بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالسنة الماضية أما فيما يخص الصادرات في جزائر تمكنت من تصدير 32 مليار دولار أمريكي بزيادة نسبتها 53% مقارنة بالسنة الماضية يعني راح يقولوا الناس باللي فيه زيادة في أسعار البترول ولكن أيضا صادرات خارج المحروقات تم تسجيل 3.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بالسنة الماضية أي بزيادة نسبتها 57% هذا ما يؤشر ونحن نتكلم عنها بصيفة متكررة أن الهدف دينا هو نسبة النمو تقعد من سنة إلى سنة حتى إذا كانت نسبة النمو قليلة المهم أن نسبة النمو في صادرة خارج المحروقات تكون في زيادة من فترة إلى أخرى وضعية الميزان التجاري سجل الميزان التجاري فائضا قدره 8.9 مليار دولار أمريكي مقارنة بنفس الفترة سنة الماضية التي سجلنا فيها عدد 621 مليون دولار يعني زيادات قدرت بـ 1530% يعني فيه الآن رياحية وفيه نتائج للسياسة التي قامت بها الحكومة من أجل ترقية الصادرات بصفة عامة والصادرات خارج المحروقات بصفة عامة أي هذا الفائض في الميزان التجاري لسا له علاقة بارتفاع أسعار الطاقة لا لا قلت لك يعني قلت لك استبقت للسؤال دياني يعني هذه حقيقة ما تخفىش ما تخطي الشمس بالغرب زيادة البترول زيادة أسعار البترول كان عنده أطر إيجابي وكبير على الميزان التجاري ولكن ما ننسى وش باللي فيه أيضا أرقام غير مسبوقة في الصادرات خارج المحروقات واني قلت لك فيه بزيادة فقط 57% ارتفع عدد المصدرين خلال هذه السنة؟ عدد المصدرين رو يزيد من سنة إلى سنة كما قلت لك بفضل المصدرين الأوائل الأولين اللي كانوا يصدروا يعني اللي فتحوا الطريق لأمام المصدرين الجدد واللي راه توجه أيضا نشجعه للمتعامل الاقتصادي اللاسية مع الشباب ونقول لهم بلي يتوجهون نحو مجالات جديدة نعم نحن نحوص على مجالات جديدة فيه تصدير لمنتوجات تقليدية ولكن الآن فيه أيضا تصدير للخدمات لستارتوب ونحن راه نشجع الشباب بيش يكونوا في هذا المنهج سيكون نهاية الأغلاق بسبعة مليار دولار يفوق يقل يعني ما نقدروش نتوقعوه لكن الهدف دينا هو الوصول إلى سبعة مليار دولار حسب المؤشرات المتوفرة الآن حسب المؤشرات يعني المؤشرات تختلف من فترة إلى فترة نحن لاحظنا بللي أن الصادرات الجزائرية في التولات الأول والتولات الثانية تكون بوتيرة متسارعة التولات الثالث يعني فيه شوية القل مع الفترة ولكن في التولات الأخيرة لاحظنا في السنوات الآخرة بللي هي اللي تقوم وإن شاء الله نتلاقه في آخر السنة ونعطي كل معلومات حول الله ما هو أثار ارتفاع أسعار تكاليف الشحن الدولي على برامج الاستراد والتصدير سيد بوشلارم؟ وهذا يؤثر أيضا على الأسواق خارجية مستهدفة؟ تكاليف الشحن هي قضية وليس قضية فقط في الجزائر ولكن كل اقتصادية العالم تعتبرها إشكالية كبيرة وبين تحديات مطروحة حالية لأنه منذ جائحة كوفيد والصراع الأوكراني الروسي كان فيه أطر كبير على الشحن الدولي في التصدير وفي الاستيراد الآن عندي هنا عندي تقارير تعالى كنوساد جديد 2022 يتكلم على أنه بما أنه 80% من المبادلات التجارية من حيث الفوليوم يقوم من حيث الحجم تقوم عبر النقل البحري و50% من الشحونات للسلع جي عن طريق الحاويات يعني هذه المعطايات تمثل بلي أنه بما أنه شحونات زادت قيمة شحونات الفرات فيه ديفري سوبليمونتير الأسعار تحها في 2020 مع نهاية 2020 وهذا دائما في التقارير تعالى كنوساد يقول باللي زادت بحوالي نعطيلك الأرقام اللي راهي عندي زادت الأسعار الفرات زادت بـ 12% بصفة عامة في العالم وعندها أطر لهم نحن عندها أطر على الأسعار النهائية للمنتاجات بـ 26% يعني نشوفوا باللي أراه ما يفسر زيادة ما يفسر زيادة أكثر من 25% زيادة على المستوى العالمي وزيد فيه أطار أخرى لعندهم علاقات ما بين المتعاملين بينتهم كاللي عنده عقود استباقية وكاللي عنده عقود في آخر دقيقة وهذا ما يؤثر أيضا على سعر السلع والخدمات التي توصلنا في الأفن ما هي الأجراءات الكافلة بضمان بإصفاء الشفافية في المعاملات التجارية سيد بوشلاغم وحركة التزيار والاستيراد يعني الشفافية هي هدف أيضا في برنامج جائسة الجمهورية يعني الشفافية هي لازم تكون مسخرة أولا من طريق القوانين والأنظمة وفيه أنظمة اللي راهي متوجدة الآن في كل القطاعات ولكن فيه مراجعة دورية لها بما تتمشى يعني فيه عمل لمحاربة هذه الظاهرة هذه الظاهرة اللي تأثر على الاقتصاد الوطني وعلى مخزون العمل الصعبة فيه عمل مع الوزارات المعنية فيه عمل تشاوري مع المتعامل الاقتصادي من حيث التحسيس لأنه هذا العمل يكون عمل تشاوري وتكاملي ما بين كل القطاعات فيما يخص الشفافية على مستوى الاستيراد يعني قمنا بالمرسوم التنفيذي ليهدف إلى تخصيص المستوردين والآن أراهم أراهم المستوردين خاضعين لضفط الشروط وهذا الضفط الشروط فيه مواد لكل المتعامل الاقتصادي الناشطين في استيراد المواد الموجهة لإعادة التصدير لإعادة الاستهلاك المباشر أراهم على علم بهذا القانون الكايد شارج وهذا ما يضفي شفافية على المخزونات وعلى البروغرام بريفيزيوني لديهم حتى تكون عندنا نظرة استيباقية وما تكونش فيه نظرة في المنتجات على المسوق المحلي باختصار فقط وزير التجارة وتلقية تصديرات كان قد تحدث عن إطار ملائم مؤسسة الجزائرية للتصدير ما هي هذه البيئة الملائمة؟ البيئة الملائمة هي بيئة تشاركية مع كل القطاعات يعني قلت لك البيئة أولاً على مستوى وزارة التجارة قمنا بإنشاء هذا الرمز على مستوى السجل التجاري اللي ساهم وإحنا وزارة التجارة قامت بإنشاء خلايا إصغاء للمصدرين على مستوى كل الولايات ونشجع كل المتعامل الاقتصاديين اللي عندهم توجه نحو التصدير للتقدم إليهم من أجل الحصول على كل معلومات الإضافية الوقت لا يسمح من طرح بزيزي من الإشغالات شكراً جزيلاً لك سيد خالد بوشلاغ من المدير العام لتجارة الخارجية بوزارة تجارة وترقية تصديرات شكراً مستمعين إلى اللقاء شكراً